أدرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ركنا خاصا بموقعه الإلكتروني تحت عنوان كوب 27 يتضمن كل ما أصدره المركز من مساهمات بحثية بالإضافة إلى استعراض مقالات رأي لنخبة من الكتاب والخبراء والبحثين حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخية وفي بيان أوضح المركز أن الركن يشتمل أيضا على فعليات المركز التي نظمها وتعلقت بتوعية من مخاطر التغيرات المناخية وأسارها على التنمية المستدامة بالإضافة إلى المقاطع المصورة التي أنتجها حول الاقتصاد الأخضر والمناخ